دون نتائج تذكر انتهت المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شيع السوداني للقيادة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالا للقبض على المسؤولين عن الجرائم الأخيرة والاغتيالات التي ارتكبت ضد المدنيين والكفاءة العلمية في المحافظة اسبوعا مرة ولا يزال أهل الضحايا ينتظرون دون أي إجراء ينصف من قضوا بأسلحة تركت زمنا طويلا خارج نطاق الدولة لترتكب المجزرة التلو الأخرى دون أي عقاب ويشير خبراء وأمنيون إلى أن الوضع الأمني في ديالا لا يمكن أن يتغير ببساطة في ظل استمرار شخصيات محسوبة على الأحزاب والميليشيات بتولي مفاصل العمل الأمني والتي أعطت لها الحكومة مهلة لإحلال الأمن والاستقرار دون أن توجهها لها أي تعقوبة أو يقال أي مسؤول أمني من منصبه واقع يؤكده نواب عن محافظة ديالا الذين كشفوا عن ضغوط تمارس من قبل بعض الشخصيات والجهات للتراخي في قضية ملاحقة المطلوبين في الجرائم الأخيرة ويضيف النائب صلاح التميمي أن تلك الشخصيات الحزبية منعت إجراء أي تغيرات وأصلاحات في المنظومة العسكرية والأمنية في ديالا على مرءا ومسمع الحكومة والتي لم تعلن أي بيان عقب انتهاء المهلة التي أعطتها بنفسها لهم في وقت تواصل المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية مطالبتها لحكومة السوداني بأن تأخذ مسارا مختلفا عن الحكومات السابقة والتي أخفقت بتحقيق العدالة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وحتى بتعويض الضحايا صمت يعيد طرح التساؤلات مجددا عن من يملك القرار الفعلي في البلاد وفي ديالا بالتحديد التي لا تزال العديد من مناطقها منزعة السكان وقرار عودتهم معلق بيد الميليشيات المرتبطة بإيران وهي المتهمة الأولى بالمسؤولية عن عمليات تهريب المخدرات والنفط والاختيالات التي تبقي السلم الأهلية في العراق مهددا لخدمة مصالح إيران وحدها